المرحلة الأولى من القرار وضح قرار فقراته على دوار الدولة التزام بتنفيذ هذا القرار من قبل دوار الدولة من جميع مؤسسات البلدية ومؤسسات التسجيل العقاري ودوار الزراعة تم السير بها من خلال كشوفات ميدانية من خلال الدوار البلدية المعنية بالتنسيق مع دوار المدراء النواحي والأقضية بعد جرد تم رفع هذه القوائم إلى الجهات المعنية التي سوف تقوم بتقييم وتحديد كلفة المتر الواحد حسب الفقرات ببيع إيجار أموال الدولة لم يحدد إلى الآن سعر بيع المتر الواحد؟ لا لم يحدد أقوى أرقام تقريبية؟ لا ما واضحة لأن كل لجنة لها محدداتها وكل منطقة لها محدداتها بالسعر هذا سعر مختلف من محافظة إلى محافظة؟ بالضبط من منطقة إلى منطقة من منطقة إلى منطقة زيان بعد هذا جرد صارت أكوحصائية تخص حجم الأراضي التي ستملك وحتى عن عدد الوحدات السكنية داخل هذه الأراضي؟ هذه النقاط وهذه التفاصيل كلها موجودة بدوار مؤسسات البلدية موجودة التوثيق والكميات مالتها والأعداد والجرودات أنا أعتقد المؤشرات واضحة عتكم؟ واضح لا واضح بالنسبة لدائراتكم المساحات واضحة بالمساحات أنا واضحة عني أشكت؟ تتجاوز 80 ألف دوناب 80 ألف دوناب؟ نعم التي ستملك؟ سوف تملك في كافة محافظات العراق بالمرحلة الثالثة؟ بالضبط مرحلة الثالثة الدولة جادة بالتمليك واضح من خلال الكتاب الأخير الصدر من أمانة مجلس الوزراء التأكيد على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي كانت 320 والقرار الخاص بضوابط تنفيذ 320 ممتاز هذا يدل على حرص الدولة والسير في تنفيذ هذه القرارات عكس ما كان في السنوات الماضية يصدر قرار ولم يتم تابعته من قبل الدولة